لافت للنظر جدا خبر نخرج بره للحدود المصرية اسما ولكن سياسيا واجتماعيا وثقافيا احنا نفضل على مستوى الاهتمام بكل ما يحدث في السودان وكأنه يحدث في مصر بالضبط في عدد من التطورات اللي حصلت في السودان العرض اولا على المستوى السياسي على مستوى الليتست يعني او اخر حاجة حصلت المجلس العسكري الانتقالي اعلن خلال الساعتين اللي فاته انه تم اعتقال شقيقين لرئيس السابق عمر البشير هم عبدالله والعباس تهم الفساد تم التحفظ عليهم بتهم الفساد كان في عدد من الصحف اللي قالت السودانية او المصادر السودانية لتكلمة عن استكمال اعتقال او تحت تحفظ لقيادات من حزب المؤتمر الوطني وطرحلهم لعدد من السجون المختلفة على المستوى السنائي تم الاعلان عن انه في مبعوث من مصر في وفد مصري رفيع المستوى موجود او بيقوم بزيارة للسودان تم لقاء النهاردة فعلا بارحنا عارفين طبعا انه كان فيه اول اتصال تليفوني على المستوى اللي تم الاعلان عنه ما بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان المواقف هي هي تم التأكيد عليها من اللحظات الاولى اكد عليها رئيس الجمهورية تم التأكيد عليها في بيانات رسمية تم التأكيد عليها من خلال وزارة الخارجية وهي فكرة دعم المصري بشكل كامل لكل الاختيارات او كل الخيارات الخاصة بالشعب السوداني ودعوة العالم كمان للتعامل مع هذه الاختيارات ودعمها